عقود أوامر الشراء قد تقوم المشاة في أحيان كثيرة بتوقيع عقود أو إصدار أوامر الشراء لحصول على كميات كبيرة من المشتريات سواء من المنتجات الجاهزة أو المواد الخام وقد يستغرق تنفيذ تلك العقود عدة فترات مالية ومن الطبيعي أن تتفاوت مثل هذه العقود في أنواعها ما بين عقود قابلة للإلغاء أو التعديل إلى عقود غير قابلة للإلغاء أو التعديل كما قد تتضمن بعض هذه العقود شروطا جزائية يتم توقيعها في حال الإخلال بتنفيذ العقد أو شروط ومن المعروف أن مجرد إبرام هذه العقود لا يمثل أي عملية مالية ولا يستوجب إجراء أي قيود محاسبية في الدفاتر حيث أن التسجيل المحاسبي لا يتم فعلا إلا عند تنفيذ شروط العقد واستلام البضاعة فإذا ما حدثت تقلبات في أسعار الشراء المرتبط بها في تلك العقود فالسؤال المطروح الآن كيف تكون المعالجة المحاسبية الملائمة لإثبات ذلك؟ المثال التالي يوضح كيفية المعالجة لعقود أوامر الشراء في الحالات المختلفة فبفرض أن منشأة السلام في عام 1428 قامت بتوقيع عقد شراء مواد خام بسعر تكلفة 150 ألف ريال وتبلغ القيمة السوقية للعقد في نهاية الفترة المالية أي في نهاية 28 مبلغ 180 ألف ريال السؤال هنا ما هي المعالجة المحاسبية الملائمة لهذا العقد في نهاية الفترة المالية؟ الإجابة يلاحظ كما ذكرنا أن هذا العقد لا يمكن إثباته في الدفاتر إلا عند تنفيذه واستلام البضاعة أيضا وطالما أن هذا العقد لم يتم تنفيذه حتى نهاية الفترة في هذه الحالة تتوقف معالجة الأثار المترتبة على الفرق بين القيمة السوقية وتكلفة العقد تتوقف على شروط العقد ونقابل هنا أو نواجه هنا بثلاث احتمالات الحالة الأولى أن العقد قابل للإلغاء أو التعديل وطالما أن هذا العقد قابل للإلغاء أو التعديل في هذه الحالة لا ينبغي إظهار أي أثار للعقد في الدفاتر في نهاية الفترة الاحتمال الثاني أن العقد غير قابل للإلغاء أو التعديل وهنا نواجه باحتمال من احتمالين الأول إذا كانت القيمة السوقية للعقد أكبر من تكلفة العقد كما هو الحال في المثال السابق في هذه الحالة لا تجرى أي معالجة محاسبية داخل القوائم المالية بل يجب الإفصاح عن ذلك فقط في الإضاحات أو الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية الاحتمال الثاني أن تكون القيمة السوقية للعقد أقل من تكلفة العقد مثلا لو كانت القيمة السوقية في المثال السابق الذي معنا 140 ألف ريال في حين كانت التكلفة كما ذكرنا 150 ألف ريال في هذه الحالة فقط يجب إجراء قيد تسوية بالفرق وقدره 10 ألاف ريال على النحو التالي في نهاية الفترة يتم إجراء قيد تسوية بجعل حساب خسائر عقود الشراء مدينة بعشرة ألاف ريال وحساب مستحقات عقود الشراء دائنا بنفس المبلغ وبناء عليه فإن حساب خسائر عقود الشراء يقفل في قائمة الدخ أما حساب مستحقات عقود الشراء فيظهر ضمن الخصوم في قائمة المركز المالي ثم عند تنفيذ العقد وتسلم المواد الخامل التي تم شراؤها يتم إجراء القيد التالي وذلك بفرض أن الأسعار لم تتغير وأن التنفيذ مثلا قد تم في 1.5.29 يجرى القيد التالي حساب المشتريات يجعل مدينة أو المخزون بمقدار 140 ألف ريال وهو سعر السوق في هذه الحالة وحساب مستحقات عقود الشراء يجعل مدينة بعشرة ألاف ريال وهو الفرق بين التكلفة وسعر السوق ثم يجعل حساب الموردون أو الدائنون دائنا بالتكلفة وقدرها 150 ألف ريال